اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بن رفاع صباح اليوم سعادت السيد جاستن سبريل السفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة وقد أشاد سموه بجهود وإسهامات السفير سبريل في دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين إلى مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة متمنين سموه للسفير الأمريكي كل التوفيق والنجاح فيما سيوكل إليه من مهام جديدة في بلده من جانبه أعرب سيد جاستن سبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن وافر الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه المتواصل بتعزيز العلاقات الأمريكية البحرينية مشيدا بما تبديه حكومة مملكة البحرين من حرص دائم على تقوية أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات وما قدمته من دعم وتسهيلات طوال فترة عمله في مملكة البحرين والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات وتنميتها